السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم معكم محمد أنديل وحلقة جديدة من بالعقل فاكرين بتورة كاس الأمم الأفريقية اللي تلعبت في مصر للكبار من كم شهر؟ فاكرين لما منتخب مصر طالع من دور الستاشر قصاد جنوب أفريقيا لما تغلب واحد سفر؟ فاكرين معتزة مطر وقتها قال إيه؟ مسائل في كل حتة قاعدة تيجعل بس ناس كلها تتكلم في الكرة كرة إيه يا جماعة؟ كرة إيه بلد منكوبة؟ يعني هل ده الخروج ده فاجئكم مثلاً اللي بيتفرجوا على كرة؟ لا هو مفاجأة من ناحية المستوى؟ ولا طريقة البلد؟ ولا تسييس اللعبة؟ ولا تغييب الجماهير؟ أنا مش فهمت إيه المفاجأة في الحكاية؟ معتزة مطر وقتها طلع بمقدمة نارية وقال لك أنه الأجواء السياسية اللي بتحصل في البلد ما تشجعش أبداً على النهوض الغياضي سأب واحد كتب يقول لي شايفتك تعصبت بعد من المنتخب خسر أنا متعصب من الناس اللي كانت لسه مأملة في الكرة ولسه بتتفرج على الكرة ولسه متخيلة أن هذا الاغتصاب لهذه البلد ممكن ينتج أي شيء غير طفل سفاح الجو والمناخ والأتموسفير حتى الجمهور ده مش جمهور كرة كل الناس اللي كانت بتفرج على الكرة اتمنعت ورح تفرج على الكرة التذاكر كانت بتتوزع على المواطنين الإليت اللي مضمونين اللي أبوها لواء وامها مرات سيادة اللواء وولاد المعرضين والبنوك والبتاع القصة اللي هي شلة الإليت في مصر وده جمهور ما يقفش ورا فرقة أنتوا جايبين ناس من قيانهم على الفرازة أنتوا جايبين الناس بتاعتكم جايبين الجمهور بتاعكم الجمهور ده ما بيشجعش كرة وبصوا على وششهم وهو بيتكلم كده معتمد أن الناس اللي بتتفرج عليه ناسية أنه قبلها بتلات أيام كان بيشيد بالجمهور وبأنه قصر حاجز الصمت لما سرخ باسم أبو تريكا في الديئة 22 من أحد المباريات فعند الديئة 22 هتفت الجماهير للإرهابي كما يده عليه النظام الفاجر وأعلامه هتفت الجماهير لأبو تريكا وكأنها تقول فعلا للحكم العسكري خطف شاء يعني هو الجمهور اللي نده باسم أبو تريكا ده هو ده الجمهور اللي الأمن منقه واحد واحد املى الستاذ مخبرين استاذ إيه اللي ينجح بمخبرين محدش اهتم بالتناقضات اللي تقالت ومحدش اهتم أبدا أنه اللي هارضة اللي بيتكلم على جمهور بيقول أنه متنقي على الفرازة وأن ده مش جمهور كورة وأن الناس دي كلها جاي عشان خطر تملى المدرجات وبس نفس الجمهور ده هو قال عليه من ثلاث أيام أنه هو ده الجمهور المصري الأصير والمراضي في مصر الحقيقة اللي التي لا يخفل عنها أي شبه ضرير أنه البطولة دي لكن فيها أرض لدي أرض مصري اللي بجد ولا ده جمهور مصري اللي بجد اللي بيحضر كل شيء مصنوع كل شيء مختصب دي بطولة مختصبة اختصبها العسكر زي ما بيختصبوا الشعب اقسم بالله انت عارف كده إنك مختصب ودي بطولة مختصبة وده شعب مختصب ومصر كلها مختصبة وقال لك أن الحكم العسكري والفشية اللي موجودة عمرها ما تشجع أبدا على النجاح فأسقط الفشل الرياضي على الحياة السياسية في مصر وقال لك أن الحياة السياسية اللي في مصر تخلق أي إبداع وبناء عليه ما تستنوش أي نجاح في أي حاجة ومن ضمنها غياضة من بعد البطولة دي اتلعبت ثلاث بطولات كاس عالم لكرة اليد واحدة تحت 17 سنة وواحدة الكبار واحدة تحت 19 سنة المنتخب المصري للكبار حصل على المركز الثامن عالميا بعد أكتر من عشر سنين وهو بعيد عن المركز الثمانية الأول منتخب تحت 19 سنة خد المديلية البرونزية على مستوى العالم دي ما حصلتش من فترة كبيرة جدا منتخب تحت 17 سنة أخد المركز الأول على العالم خد كاس العالم لكرة اليد إنجاز ده أولا مش إنجاز ما هو تحقق ثلاث إنجازات تحققوا في ظل الحياة السياسية اللي أنت كنت بتقول عنها إن هي بتخنق الإبداع فهل مع كل بطولة من دول طلع معتز مطر يقول برافو للحكومة المصرية اللي وفرت المناخ المناسب للفرقة دي علشان توصل للمستوى ده ما حصلش طيب على مدى أكتر من أربع سنين مصر بتتسيد العالم في لعبة سكواش لابد من أننا نتكلم على الغياضة رجال سيدات فرق مصر بتتسيد العالم بلا منازع يعني تخيل إنه يبقى المصنفين على العالم الأول والتاني والتالت وغابع مصريين ما فيش أي إشهادة ما فيش أي إشهادة ما فيش أي مبروك طيب نيجي بقى الكرة القدم اللي إحنا كنا فشلنا فيها من خمس شهور معتز مطر علق شمعة الفشل الغياضي على القيادة السياسية ويجي المنتخب اللي تحت 23 سنة وعلى نفس الستاد اللي المنتخب الكبير خسر عليه قدام جنوب أفريقيا وياخد بطولة أفريقيا وقدام فرق كبيرة فالمنتخب المصري غلب منتخب غانا وغلب منتخب جنوب أفريقيا وغلب منتخب كوديفار هل معتز مطر طلع وهو بيقول مبروك للمنتخب المصري قال الحياة السياسية في مصر تزبطت وتعدلت وقتاحوا حرية الإبداع والفكر واللعب والمواهبة ودعموهم عشان كده إدري وصلوا للمستوى ده ما حصلش ما حصلش ومش هيحصل هو بيأخذ اللقطة بس ساعة ما تكون فيه حاجة مش مظبوطة الحاجة اللي مش مظبوطة دي لما يتعمل حاجة بقى واو على النحية التانية لا القطة على طول بتاكل لسانه فاللي زي ده اللي تلاقيه دايما بيتكلم في الإخفاقات ولما يكون فيه نجاحات ما يتكلمش أعرف على طول أن ده إنسان مش وطني أعرف على طول أن ده إنسان هدام ما ينفعش أن انت تسمع له نفس الشخص ده ونفس المنظومة دي كان بيتكلمه على قناة السويس من خمس سنين وبيقولوا إن السيسي ضيع فلوس المصريين والسيسي عمل لكم فانكوش والسيسي عمل التفريع اللي ملهاش أي لازمة وضيع فيها فلوس المصريين ودمر الاقتصاد المصري بعد أربع خمس سنين لما إرادات قناة السويس بدأت تزيد بنسب ملحوظة ولما المناطق اللوجستية بدأ يتم التعاقد عليها وإنها تشتغل بالفعل حد فيهم طلع قال يا جماعة إحنا كنا غلطانين لما قلنا إن الراجل ده بيرمي فلوس المصريين في الأرض الراجل ده فعلا المشروع بتاعه ماشي كويس وبيجيب فلوس وعلى الأقل جاب الـ 64 مليار جنيه اللي اتدفعوا فيه هل واحد منهم طلع قال كده أنا أتحدى واحد زي معتز مطر أو واحد زي محمد ناصر إن هم يفتحوا الهوى للجوم هو وإن الناس فعلا تدخل معهم مدخلات أنا أتحدى 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 ما يقدرش يعمل كده وإلا هيبقى مهزق زي موزيع مكملين بكل شوية واحد يطلع يهزقه وواحد يطلع يقول له أنت كذاب فيضطرج إنه ويفل السكة فوش الناس دي ما يهمهاش إنه هم يتأكدوا من المعلومة اللي بيقولوها صحة ولا غلط الناس دي المهمة عندهم إنه هو ينقل لك معلومة تخليك تسير الغضب جواك ضد الحكومة اللي بتحكم البلد فلما المعلومة دي تكون غلط ما يطلعش يصحها فلما الإخفاق اللي يحصل يحصل إنجاز بعد منه ما يطلعش يقوله هو تخصص إخفاقات وفشل وزرع فتنة ما بين الشعب المصري وقاته هي دي المهمة المكلة له أنت كل بنباح تسخن المصريين على رئيسه الفترة اللي جاية وحفكركم حيشتغلوا على قفض فوائد البنوك وإن انتوا كده بتدمروا الناس ده فيه ناس كتير عايشة على فوائد البنوك برغم إن الناس اللي مشغلينهم المفروض إنهم إسلاميين بيعتبروا إن فوائد البنوك دي حرام ولكن بما إنهم برغمتية فبما إن فوائد البنوك دي حرام ولكنها أمر واقع فإحنا هنشتغل سياسة بقى هي فوائد البنوك حرام آه بس فيه ناس ملاش حيلة بتعتمد عليها فلما تخفض عليهم انت كده بتقضي على المصريين كلام ده حيتقال وحفكركم ده لو ما كانش يتقال بالفعل فكسلتي للناس اللي بتتفرج على معتز مطر لما تلاقيه بيتكلم بس في الإخفاقات وبيتكلم بس في الحاجات اللي هو بيشكك فيها فلما تظهر الحقيقة عكس الكلام اللي هو بيقوله طالما إنه هو ما طالعش هو اعتذر عن كل مرة كذب فيها ودلس فيها تأكدوا إنه مش مصري وتأكدوا إنه مش وطني وتأكدوا إنه عبد لغيال القطري اللي فيكو يعرف حساب معتز مطر على فيسبوك أو على تويتر يريد يدخل يقوله الكلمتين دول يريد يدخل يقوله إيه رأيك في نجاح المنتخب المصري لكرة القدم تحت 23 سنة في الحصول على كاس أفريقيا وهل ده بيؤكد إن المناخ الرياضي مستقر بفضل استقرار المناخ السياسي وتوفير البيئة الأمنة له ولا لا وإيه رأيك في الإنجازات اللي حققتها منتخبات اليد بمختلف المراحل السنية وإيه رأيك في الإنجازات اللي بيحققها الاسكواش أنا بتكلم على ألعاب إلى حد ما معروفة وبتيجي أخبارها في التلفزيون ده فيه ألعاب تانية فقدية أبطلنا مكسرين الدنيا فيها على مستوى العالم بس كفاية النمازج دي لإنها نمازج واضحة للكل ووسطى للكل والكل تقريبا عرفها ياريت تسألوه ولله والنجاح ده مش معناه استقرار سياسي وتوفير البيئة والمناخ الآمن للنازل عشان تشتغل وتبدع ولا لا أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة